ننتقل إلى صحيفة العربي الجديد تحسين الاقتصاد ومكافحة الغلاء وإعادة الاعتبار للليرة كلمة السر في الانتخابات التركية مع اقتراب موعد الانتخابات التركية يخيم الأداء الاقتصادي على الأجواء وتتصدر الحالة الاقتصادية بشكل واضح وعود المرشحين وأجنداتهم وكذلك هواجس الناخبين الذين يكتوون منذ شهور طويلة من نار التضخم والغلاء وتراجع قيمة الليرة التركية وتآكل القدرة الشرائية لدى المواطنين وعلى الرغم من سطوة الاقتصاد في هذه الانتخابات التي ستجري في الرابع عشر من مايو آيار الجاري لكن البعض يرى أنه نتيجة للاستقطاب السياسي الشديد ربما لا يكون للاقتصاد تأثير كبير على توجهات الناخبين الملتزمين حزبيا وتعاني تركيا الآن من معدلات تضخم عالية تزيد عن 51% بحسب الأرقام الرسمية للحكومة فيما يقدر الاقتصاديون المستقلون التضخم بأرقام أعلى من ذلك بكثير وتصل إلى 112% وفي سبتمبر أيلول الماضي تجاوز معدل التضخم في تركيا حاجز 80% وهو مستوى قياسي منذ عام 1998 وخلال الأسابيع الأخيرة أخذت الانتخابات الرئاسية التركية استفتاء حول تأييد أو معارضة الرئيس رجب طيب أردغان الذي يواجه للمرة الأولى معارضة موحدة بعد 20 عاما من توليه السلطة وهو في سن 69 عام الآن عاد أردغان ليظهر مبديا تصميما على البقاء خمس سنوات إضافية على رأس هذا البلد البالغ عدد سكانه 85 مليون نسمة